السلام عليكم اليوم عنا اعلان بسيط بدنا نعمله هو تلبية لرغبة بعض المشاهدين عن تحديات بلابة هرسو ستون او حتى خلينا نقول خلينا نتعلم مع بعض لابة هرسو ستون طبعا كتير من الناس حابين يلعبوا هاللابة مع اصدقاء ممكن ما يكون عندهم حدا يقدروا يلعبوا معهم فيه بقى يعني قررنا لحنا بالقناة انه انا لقدر ساعد المشاهدين انه يتعرفوا على بعض يلعبوا مع بعض حنخصص مقطع من مقاطع الهرسو ستون واخترنا المقطع الخاص طبعا اللي عملنا بساعة ونصف هو ترتيبه بالحلقات لحلقة 14 اللي هو مقطع هرسو ستون مقطع خاص بساعة ونصف طبعا هذا المقطع حنخصصه لكل المشاهدين انه يروحوا عليه يكتبوا بالكومنت هونيك الاكاون طبعا بهرسو ستون اسم حسابهم خلينا نقول بهرسو ستون مشان يقدروا بهالطريقة يضيفوا بعض باللعبة وبعد ما يضيفوا بعض بيقدروا يلعبوا مع بعض يتدربوا يجربوا مثلا واحد حابب يجرب ووريور ضد واحد يجرب ميج واحد يجرب هونتر الى اخيره بيقدروا بهالطريقة يتحدوا بعض اذا بدون يتحدوا وبيقدروا يلعبوا مع بعض يتدربوا اذا بدون يتدربوا يعني ايا شي بيدونيا وهي حتكون الخطوة الاولى لنشوف بعدين بالمستقبل إذا قدرنا أنه نعمل سلسلة مع المشاهدين باللعبة طبعاً من أصعب ما يكون إذا عندك عشرة آلاف مشتركة أو إذا حتى عندك بس ألف بيلعبوا اللعبة بس ألف من العشرة آلاف وأنه اللعبة أنت عم تحكي عن واحد ضد واحد بقى بدا تكون الشغلة كتير صعبة أنك أنت تختار واحد لعب معه مشانيك أنا ما في نيلعب مع المشاهدين كلهم بس هيجي يوم ونلعب معهم إذا من هون ليجي هذا اليوم أو ليصير هاي الفعالية هذا المقطع حيكون مثل تمهيد للموضوع موجرد أنك أنت حطيت اسمك هونيك معناتها أنت صرت ممكن بأي يوم تلاقيني أنا ضفتك كمان لأذا بدي إذا حاب إلعب مع حدا أنا حروح أنا شخصياً حروح على هذا المقطع هأفتحه انزل على الكومنت شوف مين العالمي ضيفه وجرب ضيف منهن بحد عشوائي بس بشكل عام أنت حتستفيد بفكرة أنه إذا حابب تضيف رفق أصدقاء فوت حط معلوماتك عن الهاد وفيك إذا بدك تحط مثلاً إنه شو نوع اللي حاب حاب تتدرب تقول يعني أنت حاب تتدرب ولا حاب تتحدى عالم فيك تنقي هيك أو هيك قول أنا مثلاً هذا أكاونتي أنا حاب تتحدى عالم أو أنا هذا أكاونتي وأنا حاب تتدرب المتدرب يعني جديد والمتحدي معناتها بيعرف اللعبة كتير منيح وشايف سلسلتنا كلها ويعني هيك متعلمها شوي مع أنه لسه هي كلها ساتة بيتة فعليا بس كمان بكل أحوال فيها عالم نعم تلعب كتير اللعبة يعني هذا الشي واضح بقى بكل أحوال بتحط مواصفتك بالحلقة الخاصة اللي هي 14 اللي هي هرسو ستون حلقة خاصة بساعة ونصف ومنشوف شو بيصير معنا طبعاً أنا حاططتكم وراها المقطع بس كريدت تبع اللعبة بس هيك بيظل بيطلع لك كروت ليجندري موارف إذا موجودة ولا غير موجودة بس هي هيك لأ يعني لتكون الشاشة متحركة يصير فيها شيء أحسن ما تكون ولا شيء وطبعاً لحنا كل هالخبر هذا وكل هذا الشيء عم ساوي عم نحاول نلبي طلب المشاهدين إنو هن بعض المشاهدين حرام فعلاً سمعتهم عم بيقولوا إنو هنو حابين لعبوا اللعبة مع ناس بس ما بيعرفوا حدا يعني ما عندون صديق معين يدروا يلعبوا فيه يلعبوا معو بقى هذا هو كل شيء بالنسبة لها الأعلان وفي عنا شيء تاني ما نقوله إنو للأسف سلسلة هيرسو ستون يمكن ينخفض إنتاجها أو ينخفض مردودة بالقناة يعني معناها يعني يقلوا مقاطعة بالنهاية السبب لأنو الضغط عليها أول شيء قل من أولا ما كان ثاني شيء ما له مقارن بالألعاب التانية الموجودة بالقناة ولكن أنا شخصيا بحب اللعبة كتير كتير يعني إنو توقف السلسلة على الأخير ما حتوقف ولكن ممكن تقلة تقلة تصير حلقة أسبوعية فقط آآ أنا أتمنى أتمنى شخصيا إنو تكون يومية هذا مشان ما تفكروا أي شيء تاني أنا أتمنى تكون يومية ولكن آآ بحاجة اللي تكون يومية يكون عليها إقبال أكتر ممكن لايك مفضلة حاولة تنشروها للأسف في ناس كتير ما عرفانين إنو عنا بالقناة هاللعابة موجودة وفي ناس ما عرفانين إنو اللعبة موجودة بقنوات عربية أساسا يعني في عنا كذا نوع وهذا الشيء الوحيد اللي ممكن ينشره بتوقع هو التويتر الفيسبوك المنتديات بقى أنتوا ساعدونا بهذا الموضوع آآ وأتوقع إذا لقينا إقبال حنرجع نساوية ثلاثة أربع مرات بالأسبوع لغاية ما توصل مرة يومية أتمنى كتير يكون عليها اللعبة عليها إقبال لساوية وعد مني للمشاهدين إذا عليها إقبال للعبة لساوية حلقة يومية بساعة معينة وقت تكون وقت تنزل اللعبة بشكل كامل يعني بساوي لكم حلقة بشكل يومي آآ بساعة منختارها كمان مع المشاهدين منشوف الساعة اللي بتناسب المشاهدين ومنعملها بس بالوقت الحالي ما في إقبال ما حقدر ساوي آآ للأسف حكون كتير حزين إذا ودعنا هالسلسلة وصارت مرة أسبوعية إنه مرة أسبوعية شبه وداع بالنسبة لي حصير إلعابة كتير قليل وأنا بالنسبة لي بتمنى إني إلعابة كتير آآ بقى أحاولوا تساعدونا بهذا الموضوع تنشروا للابي آآ لايك مفضل لشيروا هالأشياء وطبعا تشتركوا بالقناة إذا أنتم عم تشاهدونها أول مرة بس ما بتوقع حدا مشاهدنا هذا مقطع صغير كتير بس هيك آآ فيلوك سريع حديث آآ حول هذا الموضوع حول لابة هيرسستون آآ لي هي لابة بلزرد الجديدة أجد لابة بلزرد فعليا شركة مشهورة كتير عملت وورد أوفوركرافت ستاركرافت آآ ووركرافت كمان آآ وديابلو يعني عم طابل ألعاب كتير هي عاملة ألعاب كتير مشهورة معروفة كتير آآ بقى هذا كان كل شي لليوم بس ما بدي أكتر عليكم أكتر من هيك في عنا مقطع كتير اليوم بغير هذا المقطع بس هذا مقطع هيك سريع فقط لا آآ آآ نشرح للناس موضوع سألونا عليه كتير بالكومنتات وبنفس الوقت يصير هذا الشي الروابط كلها مكتوبة فوقي موجودة بالدسكريبشن إذا بتحبوا تلحقون عليها آآ وإن شاء الله مشوفكم بالمقاطع القادمة آآ على خير وسلامة كان معكم العمر أول جي جنوان مع السلامة